خلينا أتكلم معكم شوي على بعض الإحسائيات بخصوص مواجهات النادي للأهلي مع الأندية التنزانية الأهلي لعب حوالي 18 مباراة مع أبطال تنزانيا زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة 18 مباراة كانوا عبارة عن 10 مباراة مع يانجا أفريكنز 4 مباراة مع سنبا مباراتين مع بامبا ومباراتين مع فريق اسمه ماجي ماجي الأهلي فاز في 11 مباراة من 18 وتعادل في 4 وخسر في 3 وجاب 36 هدف وده معدل مميز جدا في 18 مباراة واستقبل بس 7 أهداف في 18 مباراة أيضا دع معدل جيد فأرقام يعني تبشر رغم أنها مش مقياس بكل تأكيد لكن حاجات مباشرة وتديك دوافع إجابية قبل هذه المواجهة القوية خلينا أتكلم معكم كمان بخصوص بعض الأخبار اللي بتتعلق بالنادي الأهلي قبل 24 ساعة من انطلاق اللقاء أو قال لي كمان من 24 ساعة أول حاجة وده اللي تطميننا عليه بشكل رسمي خلاص سلبية المسحة بشكل كامل لكل أفراد بعثة النادي للأهلي جهاز فني لعبين إداريين إعلاميين كله الحمد لله سليم تماما بعد ما أجروا المسحة إمبارح وتم التأكد من سلبية كل العينات الخاصة بأفراد البعثة كمان بعد الاجتماع الفني اللي كان النهاردة اللي تم الاستقرار فيه على أن الأهلي حيلبس الزي الأزرق بالكامل في المقابل فريق سيمبة تنزاني حيلبس الزي الأحمر التقليدي بالنسبة له هو بشكل كامل وده الزي الأساسي بالنسبة له بما أنهم طبعا أصحاب الأرض يعني بكل تأكيد النهاردة كمان ماستر بيتسو مسماني وأيمن أشرف زاروا ملعب المباراة وتفقدوا الملعب ده على هامش المؤتمر الصحفي اللي كان لهم النهاردة وكان لهم تصراحات مهمة جدا نتكلموا فيها عن هذه المباراة وحارض لحضراتكم كل التصراحات الخاصة بيهم بعد شوية ويعني انتباعات إيجابية بشكل مبدأي على الملعب ودي لقطات حصرية زي ما حضراتكم شايفين كده لأرضية الملعب وشكل المدرجات ملعب طبعا اللي حستضيف مباراة الغد مبين الأهلي وسينبان تنزاني اسمه ملعب مكابا ده بدار السلام عاصمة تنزانيا يعني شكله ملعب كويس ولا يبدأ عليه قبل كده كتير سواء منتخبات أو أندية مصرية ويعني ملعب جيد ان شاء الله بس هو موضوع درجة الحرارة والجو وكلام من ده ورطوبة كمان عالية قوي قوي ودي عناصر من العناصر اللي ممكن يعني طعيك أو تبعائك أمام النادي الأهلي في هذه المباراة لكن إن شاء الله عندنا خبرات كافية للتعامل مع مثل هذه الأمور طيب في برنامج خاص للعاب الأهلي اللي تأقلم مع التاقصد ده الجانب اللي أنا كنت أتكلم فيه مع حضراتكم من شوية وده البرنامج اللي أعده الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق وهو خاص بكيفية التعامل مع درجات الحرارة سواء فيما يتعلق بموعيد التدريبات موعيد كل الوجبات مثلا كل الأمور يتتعلق بفريق النادي الأهلي قبل هذه المباراة وخلاص الأهلي النهاردة أنا همران وكمان الأخير والرئيسي واللي كان على أستاذ المباراة اللي هستطيف بكرة المتش طيب كمان فيه من ضمن الأخبار الدكتور أحمد أبو عبلة بيكشف موعد انتظام ناصر مهر في التدريبات الجماعية ده أمر بقى بعيد شوية عن الرحلة نفسها وناصر مهر أحد العماصر مميزة جدا جدا وللأسف كان حظه سيء قبل كاس العالم بكم أسبوع كده خلع في الكتف وإصابة تقررت بالنسبة له لكن عمل الجراحة اللازمة يعني حيخش في التدريبات بشكل تدريجي وبعد كده مع نهاية الأسبوع إن شاء الله يشارك فيه التدريبات الجماعية مع الفريق أيضا بشكل تدريجي لحد ما يبقى جاهز بالنسبة 100% هو ليه برنامج موضوع بالنسبة له عشان ينتم تأهيله بالشكل الأمثل من الجانب البدني ومنسمى المشاركة فيه التدريبات الجماعية مع الفريق ومنسمى كمان الجاهزية التمة عشان يكون متاح لمستر بيتسو مسماني بالنسبة لصلاح محسن احنا عارفين ان كان عنده شد في العضلة الأمامية خلاص قرب بشكل كبير جدا بينفذ المراحل الأخيرة من العلاج الخاص بالتعافي من هذه الإصابة وحيكون جاهز ان شاء الله خلال أيام قليلة للمشاركة في التدريبات الجماعية أما بقى بالنسبة لوليد سليمان وليد سليمان نجم كبير جدا ولعب مميز أوي أكيد وخبرات ولعب عنده تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي وكان غايب بسبب مزقف العضلة الخلفية قدامه بالضبط حوالي 15 يوم بينفذ برضو البرنامج الأخير العلاجي بالنسبة له بخصوص التعافي من هذه الإصابة وان شاء الله بشكل تدريجي يقدر يشارك في التدريبات الجماعية مع فريق النادي الأهلي عشان يبقى لائق للمشاركة في المباريات وهو عنصر مهم جدا عنصر خبرة كمان بيعتمد عليه دايما مستر بيتسوم السيماني لما كان سليم طبعا وليد سليمان نتمنى له العودة سريعا بإذن الله